السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو رح نشرح على مشكلة بتواجه بتواجهنا لما نعمل call forward لرقم خارج البدالة يعني مثلا واحد اتصل على extension تبعه وانا ما ردت وبدنا نحول المكالمة لموبايل تاني او لموبايل الموظف الشخصي في حال عدم نرد باستخدام خطوط سب اول شي رح ندخل على البدالة زي ما احنا شايفين مثلا عندنا extension مية وتمانين زي ما احنا شايفين انا بدي اعمل call forward مثلا اذا ما يعني رن extension وما حد رد يتتحول المكالمة للموبايل طبعا زي ما احنا عارفين بالcall forward رح اختار اول شي للترانك اللي هو للمكالمة للoutgoing calls رح اختاره ورح احط الرقم زي ما احنا شايفين هون بدون prefix بس في بعض الحالات بنلاحظ انو المكالمة يعني فيها مشكلة او الcall forward مو زابط باستخدام خطوط السب ليش لازم انا احدد الoutbound caller id اللي حيتم استخدامه في عملية الcall forward تمام فبهادي الحالة عشان احل هاي المشكلة كل اللي علي اعمل واروح على trunk واختار اللي trunk اللي انا برمشته للoutgoing وال incoming calls زي ما احنا شايفين هون في عندي from header user part هو باي ديفولت بيكون caller's name caller's number لو لو خلينا بهاي الطريقة الcall forward ما هيشتغل هو الديفولت لازم انا احدد ال caller id الجنرال اللي حيتم استخدامه بالoutgoing calls فfrom header user part رح اختار custom وبcustom رح احط ال outbound caller id الجنرال اللي حيتم استخدامه بالليت rank فهذا ال caller id اللي حيتم استخدامه بعملية ال call forward يعني لو واحد اتصل على extension 180 وما رد extension 180 رح يتم ال call forward على الموبايل اللي شفناه وبالموبايل ال incoming calls اللي حيطلع من ال di id اللي احنا شايفينه هون فالمشكلة كانت انه البدانة ما عرفت شو هو ال outbound caller id او اللي حيستخدم بال outgoing call او ال call forward فعشان هيك ما تمت ما تمت عملية ال call forward فبهاي الطريقة بكستم رح نحط ال caller id اللي بدنا نستخدمه في عملية ال call forward طيب ممكن حد يسأل طيب لو انا بدي اكتر من call اكتر من outbound caller id استخدمه بال call forward بهذه الحالة رح نضيف trunk جديد بنفس الparameters تمام ورح اعمل from header user part custom من id مختلف فبصير من extension في عملية ال call forward زي ما احنا شايفين بصير اختار اللي اللي اكتر من trunk اللي انا عرفت ال outbound caller id اللي بدي استخدمه اللي هو from header user part وبهيك منكون حلينا مشكلة ال call forward باستخدام zip trunk متبرمج عبدالت zont plus شكرا موسيقى